أهلا بكم بيعملوا حاجات حلوة خالص للأطفال عشان ينبيهوهم لأسنان وخطورتها وأهميتها ده مهم يعني الحاجات دي جميلة جدا وكان زمان يعني في أغاني الأطفال معرفش آخر أغاني الأطفال دي اتعاملت من سنين طويلة أستاذ عبد منا أما تبوي لله يرحمه أستاذ فعد المهندس الله يرحمه يعني الناس يعني هل فيد بوقت حد بيعمل حاجات توعية للأطفال ما بيشوفش المهم خلي بالكو أنه مثلا حاجات كثيرة قوي قوي بتدور الأسنان من ضمنها التدخين التدخين بيضور الأسنان وبيؤدي إلى فقدانها بسهولة خلي بالكو برضو أنه لو حصل أنك وقعت وتغير لون أسنانك لازم تروح بسرعة تكشف ده من الحاجات اللي تقلق جدا بتغير لون أسنان بعد خبطة خلي بالك أنه التورم ده عامل للغاية في عالم الأسنان لو بدأت يحصل تورم في الفك أو الدأن أو اللسة لازم نروح نكشف دي كلها دلالات إن في مشكلة خلي بالك إنه الألم ألم الأسنان مشكلة وتوقف الألم مشكلة يعني لو وقف الألم فجأة فأسنانك ده ده معناه إن الفيروسات تمكنت من السيطرة على الأسنان بك كامل وبدأت تدخل عشان تعمل أبسز أو تعمل خراج فده برضو مشكلة كبيرة جداً وغيرها وغيرها من النقاط المهمة لازم نصحى إصحى للسنة تغفلك توقع لك سنتك وتوديك في قصة خطيرة للغاية ومهمة للغاية إن كل سنانك تقع صحيح دلوقتي فيه حلول لكن من الأول الوقاية حلوة والعلاج كمان بقى حلوة النهاردة حوار ممتع للغاية في منطقة مهمة للغاية حوار عنوانه الصراحة المطلقة والتوضيح الكامل للنقاط الغامضة في الطاية هامن إيه هو الطاية دايماً؟ ذا اللي أنا فهمه مع ضيف العزيز السيد دكتور شدي علي حسين كل الطب ببني على أداك نفس التشخيص إهمال الأسنان كاريس يا دكتور عيماً وتشخيص الأسنان حاجة في غاية الأهمية ربنا خلق لي مقاييس قياسية لأسنان حشوة التجميلة يعني؟ يعني إيه كلمة حشوة تجميلة؟ طالما لسه ما وصلش للعصب يبين سميه العلاج التحفظ دايماً الناس بتهم الأسنان في المرحلة دي عالم طب الأسنان للأطفال بقى عالم مهم جداً شهرة القشرة التجميلية في الغرب أكتر كتير جداً من الموجودة في مصر تحضير القشرة التجميلية هو أصعب تحضير في تركيبات الأسنان مفيش حاجة اسمها قشرة ما دار تحضير في ربع ساعة بتخلص الزلح أنا يا دكتور هخش لك العيادة هطلع من عندك فاضي ولا بسنان؟ هتطلع بسنان بس في الأول وفي الآخر أنت ماشي بسنان أحسن من اللي أنت داخلت الأستاذ الدكتور شادي علي حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس ماجستير علاج الجذور بجامعة عين شمس زميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمية نهاية الدكتور 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 كشف المسطور أو بمعنى أصح توضيح الغامض ويعني فهم البيان في علم الأسنان قالوا كده التايدايموند الناس بدأت تفهمها نسبيا إلى حد كبير جدا تايدايموند أسئلة كتيرة ليه التايتانيوم بيلعب دور مهم في التايدايموند كمادة إيه الفرق من التايدايموند و التايفليكس التايتانيوم ده هيفرق إيه مع المريض بتاعي هيستفيد منه المريض برضو التكنولوجيا بتاعت دي خلينا يتكلم عليها في النص التاني من كلامنا هقل دي سهل على أطباء ولا صعبة يعني ناس تقول لك لا دا الليرلينج بتاعتها هياخد وقت طويل أو هتعلمها لازم هتعلمها في إتقان دي نقاط عبال ما ربنا يفتح علينا بغير الله يعني هو كمان في نقطة عجبتني إسانت والإنترو بتاعك ما شاء الله عالمي يعني من الحاجات اللي أنا بقعد منبهر دايما من الإنتروات كمان أصلية غير إن هي بلاغية قوية بتبقى فيها علم حبنا خليك فيمكن كنا بنتكلم في يعني النهاردة قبل ما أجيلك كان عندي محاضرة لطلب الألم في كان طلبة الماجستير كنا بنتكلم معهم في موضوع حياة هو من المواضيع الشائكة جدا لإنه هو الناس ما بتستوعبش إنه هو إحنا عندنا يعني لو جينا بنشرحها بطريقة بسيطة كده عشان يمكن تعرف الجزء الأكاديمي برضو بيستفز الواحد في إنه هو يشرح للناس ويفهم الناس مفاهيم يمكن غيبة عنهم بشكل كبير الألم الكتور أيمن هو عبارة عن سلك كهرباء ببساطة فيه فيشة اللي هي العصب الطرفي واصلة بمفتاح الكهرباء الرئيسي بتاع الشقة اللي هو الحبل الشوكي ثم المفتاح بتاع المنطقة اللي هو البرين أو المخ الحقيقة الألم المستمر لفترات طويلة نتيجة وبالذات ويمكن احنا ندرس الموضوع ده في قسم علاج جزور لأنه هو من الحاجات اللي فعلا تعال أو المستمر for some time أو المدة المعينة من الوقت بيؤدي لحاجة اسمها الإصارة المستدامة أو أو المريض بيضبح قدرته على احتمال للألم أقل يعني عارف حضرتك النهار ده اللي أنا جبت دبوس وشكيت بي صباعي هتوجعني شوي صباعي حمر ويبتدي يبقى حساس جدا مجرد ما بتيجي تشكه الشكة التانية توجع أكتر مئة مرة من الشكة الأولى ده لو تخيلنا ده بقى في السنين لما احنا بنسيب أسناننا الواجع الصغير اللي ما بيكان محتمل لما بيجي الأتاك التانية أو الهاجمة التانية من البكتيريا على الأسنان على الأعصاب بتبقى عنيفة جدا فدي ممكن من حكمة ربنا علينا إنه هو بيديكي الانظار الأول برحمة بحيث إن انت تطلع على دكتور السنين لما بيعندي نقح في الدرس ده مش معناه إن أنا لأ أثيبه شوية لأ أستنى لأ الكلام ده كله ف اتيزان اكيميلياتف بروسس أو موضوع تراكمي في مواد كيميائية بتفرز نتيجة الالتهاب المبدئي ده سواء في الأعصاب الطرفية اللي هي عند السنين سواء في الأعصاب المركزية عند الحبل الشوكي بتؤدي لي بتقلل قدريتي على احتمال الألم وأحيانا بتقلب بنيورالجيز بتقلب بالتهابات أعصاب تبص تلاقي المريض خلع الدرس خالص لدكتور أيمن ويقول لك أنا لفيت على دكتور الأنف والأذن ولفيت على دكتور العيون وقالوا لي ما فيش حاجة روح لدكتور السنين هو كان الألم فعلا بدء من السنين بس هو خلع الدرس أصلا وما زال عنده ألم نتيجة إن المفتاح الرئيسي هو اللي ساحة مش الفيشة المفتاح الرئيسي الحب الشوك بتاع السنين بدأ يبقى على طول ملتهب 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 أعصاب مركزي طبعا بيبقى علاجه أصعب وبياخد مدة أطول فبندعو دايماً الناس إنهم باستمرار لا يهملوا اللمبة الحمرة اللي ربنا بيناورها لنا القلم البسيط اللي احنا بنحتمله من الأسنان ده وقال له أنا والله وقعني يا ديرس عايز أجيلك يا جادي فحابي كتير جداً حتى وقعني بس عايز أجيلك بس نقول له لأ ما تستناش تعال دلوقت ما تستناش ليه بعدين لأن فدي كانت بس يعني تعقيمنا على الانترو بتاع حضرتك لأن هي ممكن الموضوع لسه شرحوا الصبح فسخن بالنسبة للقصة بتاعت الطاي دايمند والطاي فليكسي ممكن من الحاجات المقاييس اللي دايماً بنتكلم عليها هو كان عنصر التشخيص هم دايماً كانوا بيثموها الجزء السلاسي الأبعاد السلاسي الأبعاد يعني إيه هم تلات أبعاد التشخيص ثم التصميم ثم التنفيذ دول التلات أبعاد بتوع العلاج معنى كلمة سلاسي أبعاد في العلاج زي السليمة واحنا التشخيص تصميم أو تخطيط ثم تنفيذ التشخيص عن طريق بقالنا فترة كبيرة والناس كلها هاللوقتي ممكن معظم الدكاتر بقى بتتكلم في الموضوع ده وزمائلنا واخوتنا والصوارين بتدوا إن هم معظم ناس تتعامل بالأشعة المقطعية والحمد لله كان لنا وقع تكلمنا عن الموضوع ده 2012 من أيام ما كنا في رمضان والحلّة ولعت والله لازم يحكيها لأن دي الفيديو ده لسه موجود والفيديو ده لأ وتعرض فيه كم كوميديا غير عادي أنا بعمل لقاء أنا أقول دكتور شادي عاديل وكان فيه عندنا فاكرة إن احنا نعمل برنامج في رمضان إن فيه طبخة ورانا الشيف اللي كان معنا الحلّة ولعت وإحنا عاديين قدامه مفيش بمتر والحلّة ولعت ممكن جداً كانت تنفجر بالمطبخ بكل حاجة أنا روحت قائي والدكتور شادي بيتكلم ومندمج جداً في الحوار انسألت أنا شيف سيد كان ياسوي يعني شيف لطيف اسمه شيف سيد صديقي حبيبي يعني فلفّت له تقوله اللي بيحصل لها طبيعي أنا ما بفهمش في الطبيعي لقيت نار راح بسيسلي كده قال لي آه طبيعي شوية كده رجعت له وتالي لقيت النار بتزيد بتزيد ووصله نار بيحصل طبيعي قال لي آه طبيعي وطوله لأ مش طبيعي روح تقايم ماشي الكوميديا بقى ان الدكتور شادي كان مكمل كلام مش واقف وانا سبت ومشيت هو تلاني روحت جاي لفف بسيسلي وطوله انت بتعمل ليه تعال ما هو الحلة اللي ولعت دي كانت أول حلة اللي نتكلم عليها في الأشعة المقتعبة كان لازم نحكي بقى لقصة دي بقالي محتمز بيها في قلبي ست سنين آه ونتنصر ونتنصر وبعدين فتكلمنا فكان ده بداية التشخيص الحقيقي عن طريق الأشعة المقتعبة كانت مشكلة كنا بنخطط كويس قوي كانت دي التاني يعني كانت البعد الأول اللي هو التشخيص تمام البعد التاني التنفيذ التخطيط كان نخطط كويس قوي على الأشعة المقتعية ونحط الزرعات والكلام ده كله تيجي للبعد التالت اللي هو التنفيذ كان بيبقى عندنا فيه مشكلتين المشكلة الأول إنه نقل التخطيط ده لفم المريض مشكلة التانية المادة اللي هتحطها تقدر إن هي تحاكي ثلابة وشكل العضم وتبقى الزرعة في حتة وهي طلعة لبرة في حتة تانية تانية فكان الأول قصة كانت بتاعة الـ 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 ويمكن الفاكر كنا بنتكلم على إنه في مريضة قالتلي يا دكتور وانتو الكلام ده وانت بتشتغل هو في بقي حالياً كنا بنخطط اللي هو الافتراضي تخطيط الافتراضي بتاع الزرعات أشعة مقطعية على الأشعة المقطعية فكانت الـ قالتلي الكلام ده من خمس سنين قالتلي يا دكتور هو ده في بقي دلوقتي قلتلها لأ حضرتك أحنا لسه ده ناخد على الأشعة فققق قلتلي قالتلي طب ما منفعش وانت تحط وانت شايف على الأشعة فقلتلها لا ميش حاجة اسمها كده السدت دي سبحان الله يمكن كنا بنتكلم عليها في حلقة السابقة وقلتلك كان السيدت بسيطة و Type وكبرة في السن وقلتلي الكلام ده وانا خدت الموضوع فقققتها بنوع من أنواع التحكم بلا ميش حاجة اسمها كده و بعدين كانت عندي مبارح كانت بتعمل شغلها وكان عندها جايبة بنتها علشان تعمل حاجات فبحشرح لها بقولها ده احنا عندنا كذا كذا قلت لي يا دكتور شايد انا قلت لي الكلام ده من خمس سنين قلت لها اه انت قلت له فهو الفكرة ان احنا بنقدر ان احنا بكاميرا معينة بتتبع الحركة بتقدر ان هي تشوف الاداة وهي داخلها داخل الفم وتطبق الكلام ده على الاشعة المقطعية فتشوف احنا مودينا فين بالضبط انا جوه العظم فين بالضبط انا جنب العصب فين بالضبط فبتخلينا نبقى بشكل كبير جدا خلاص التنفيذ اصبح هو رحلة للحديقة يعني ما هواش ما فيش اي استرس فالشغل لان انت خلاص هي ادي كان الكاميرا الموشن دي تكشن كاميرا دي كاميرتين بيلقطوا الحركة بتاعة اليد والهان بيس والبتاع دايما انت حريك شايف كاي بتركب عليها حاجة معينة بيلقطها الجهاز وتبتدي اسناء ما احنا بقى بنحط الزرعة احنا شايفين العظم داخل الزرعة فين والمكان اللي رايحة ليه الزرعة والبشكل دقيق جدا وذا ما انت شايف كده بتقول لنا لا روح يمين شوية لا روح شمال شوية زي ما بتشوف انت عربتك على الجي بي اس كده بالضبط زي ما بتشوف عربتك كانها ساهمة ماشية اه ده في حتة يمين جاية انت شايف عربتك قبل لها بخمسة متر اه عربنا بالضبط بينك وبين الهدف بتاعك يقولك انت يور ديستي نيشن فاضل ميت متر بزبط لا انت وصلت اقف الكلام ده كله هي برضه بتزمر وزي ما انت شايف كده العمود الاخدر ده هو ال ايدي اللي داخله جوه العض او الاداة يعني اللي داخله جوه العض طول ما هي لونها اخدر فانت في السليم تمام لما تبقى لونها اصفر ولا لونها احمر تعرف ان انت لا انت بعدت عن المسار المزبوط واول ما بتوصل للعمق المطلوب بتقولك تقوم مسفرالك وتقولك تمام كده انت وصلت للعمق المطلوب بتاعك ما تزودش عن كده بعد كده هتبقى بعيد عن التخطيط بتاعك فطبعا هي تقنية هيلة جدا 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 بتوصلنا لللي احنا عايزينه منتهى السهولة فده كان اول عنصر في عناصر التنفيذ او البعد التالت من العلاج اللي هو التنفيذ الجذء اللي فاضل منه بقى هو التركيبة يعني انا حطيت الزرع حلو في المكان اللي انا عايزه بدون جراحة وبدون قلم وفي خمس دقايق وما عملتش اي مقاسات بقى علشان اعمل الكلام ده ولا اودت العين ولا اجبته لا ده هو في نفس المرة اول ما بييجي بيقعد بيتعمله بلانينج وبيخش حط الزرع فيا ليه كده بقى ان انا النهاردة احيانا كتيرة جدا كان بيبقى عندنا مبدأ كان فيه مبدأ من دون المبادئ المهمة جدا اللي هو يقولك اول ما نزلت الزرعات في العالم كله كان يقولك كويس فكنا بنحط الزرع الزرع في حتة اللي فيها عضم فكنا بنحط الزرع بتقابلنا ومشكلة ان احنا بعد ما نحط الزرع تبقى للعضم نلاقي العضم راجع لورا بتاع الفك العلوي او نازل لتحت بتاع الفك السوفلي فنلاقي التركيبة جاية في مكان مش حلو فابتدوا يغيروا الكونسبت ده يقولك يعني حط الزرع في المكان اللي المفروض التركيبة الجديدة تبقى موجودة فيه ما نيجي المطبق المثل ده او المبدأ ده فلاقي ناسي حطيت الزرع برا لعضم عشان التركيبة المفروض ده مستحيل مش مستحيل ده يتطلب ان انا ازرع عضم اه فبتتطلب كان بيتطلب مني ايه بقى مثلا ان ساعتها ان انا امواخد مثلا حتة عضم من الحوض او امواخد من الفك مش عارف ايه فكانت طبعا الموضوع بيبقى ان هو بينجي كلي كان بقى مؤلم للناس ومخيف رغم بسطته ورغم ان هو احيانا في بعض الحالات مثلا اعزو بالله مثلا لما بيبقى فيه سرطان او حاجزة كده وشلنا جزء من الفك بنعوض بعض من الحوض ولكن الحالات الطبيعية اللي هو خلع سنانه وسببها بقى له فترة مش هيتقبل ده ف ابتدينا طبع عايزين بقى نرجع للمبدأ الاولاني بوتزا امبلانتوري وفاين بون طب هنعملها ازاي طبعا انا محتاج ان انا اطلع بالتركيبة لبرا كل انواع التركيبات الفورسلاني هي مشكلتها ان انا ما عنديش القدرة ان انا اطلع على الهوى بدون زرع يعني الزرع هنا يبتنا لازم احط التركيبات بتاعتها هنا تفعش اطلع لبرا تفعش ابرز لبرا تفعش ان انا اعمل طول معين مش كونسايدنج مع مش سبورت지 بالطايتيني او بالتركيبة الجزء العلوي بتاعت التركيبة لان الجزء العلوي بتاعت التركيبة انا عندي لليلوقات ازاي نبدا Insurance هل YouTcan'tay انا عندي مشكلات لانا عندي مشكلة ان الفك العلوي بيرجع لورا الفك السفلي بينزل لتحت فك العلوي اللي بيرجع لورا ده انا محتاج ان انا اطلع التركيبة البر بر العضب عشان تفند الخدود وتشل التجعيد بتاعت الوش وترجع لي شكل الشباب تاني ولما يضحك تبانس ان انا العلوية فيباني ان هو في التلاتينات كل ما البني ادم بيجبر في السن كل عشر سنين الشفتين العلوية والسفلي بينزلهم اللي ما تيجي ان هو عايش على الارض وفي الجاذبية فالبني ادم اللي عنده من العشرين للتلاتين الفك العلوي اثناء الكلام بيبان بعد كده بعد الخمسين الفك السفلي بس اللي بيبان اثناء الكلام فبالتالي لما بيرجع الفك الورا بيديني ايحاء انه الفك العلوي كله مش باين اثناء الكلام فبيديني ايحاء انه ده في الخمسينات طب انا الراجل جاي عشان يرجع سنانه طب ليه ما رجعوش للتلاتينات رجعوش للتلاتينات تلاتينات أربعين أتحق تلاتينات هارجعون التلاتينات يرجع شبيل كده يرجع يرجع روش هوريك صورة يمكن احنا رجعناها للتلاتينات اهي دي عندها 65 سنة كويس ترجع طبعا للتلاتينات عملنا التركيبة طالعا لبرة وطلع رجعناها شكلها تلاتينات شكل البؤ شكل البؤ اه دي 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 المعققة هنتكلم عن الطايف لكس بس نخليناتكلم أولا على الطايف دعان فالفاك السوفلي بقى ده هشوف خروج الفاك الأسنان عن العظم بتاع الفاك احنا خارجين لبرة حاجة بتاع التلاتة ميلي ولا اربعة ميلي وده في حلم الأسنان كبير ده رقم كبير جدا رقم 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 كبير جدا ده لو على البورسلين بس عربت من نص سنتي اه لو على البورسلين بس كانت قطم طبعا وده ده المنظر بعد ومخلص اه عز حاجة عني هي دي نفس الشخصية والله هي نفسها فاهم بس خروج الفاك يا دكتور أيمن بيفرق جدا ده عمل بقء تاني ده بقء تلاتيني فاهم فاك اكياني زراعة عظم وزراعة سنان وزراعة لسة وفرت علينا سنين ضوئية يا دكتور أيمن ده احنا اكيانينا سافرنا بالزمن بيها بالتكنولوجيا عمية سنة ضوئية عشان نقدر نوصل لهذا النوع من التكنولوجيا محطتش محطتش فيلر في الشفافة ما انتو بتعمل ولا أي حاجة خالق هي مجرد ما السنان اتعاملت رجعت مكانها الشفاف بدأت الصبورت شد الجلد شد العضل اه الصبورت اللي هو السنة 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 السنن بتسمي دلوش بتسمي دلوش السنن رهيب بتلاقي تعرف انا عندي صحاب كتير جدا بنات يعني فقدوا تحيس انهم السكر بقى ومش عارفين فسنان ومش كبار صويري قدي جتولي انا عايزة حانفيلر اه اقول لها لا لا روح شوف اسنانك ده مش فالت بالزبط اه فالفك السفلي بقى الزرعة الستاندرد اللي بتيجي من الشركة بيجي عليها الجزء العلوي بتاعها ممكن جبنا موديلز زمان وقعدنا نفرج الناس الموديلز والجزء العلوي بتاع الزرعة والجزء السفلي والكلام ده كله الجزء العلوي ده كان بيبقى عبارة عن حاجة ستاك كده طول معين كانت المشكلة اللي قابلنا في فك السفلي ان الطول ده لما مفقود ارتفاع كبير قوي من العض الطول ده هضطر ان انا اعمل عليه الكوبر البورسلان احط طول تاني فالارتفاع ده كله هيبقى بورسلان على الهواء فبالتالي هيتقطف لان البورسلان اللي تخانة مقدرش يزود عنها ف قوي بقى تقيل جدا يعني لما بيدي فيد قوي تخانة برضو بيبقى تقيل عامل زي الداية فطبعا بيبقى حملة على الزرعات ما الزرعات اللي شايلة الكلام ده ف التايتينيوم بقى مستو ايه ان انا هحمل على الزرعات انا بتحكم في طول التايتينيوم زي ما انا حب واعمله على شكل الاسنان اللي انا هحط عليه واتحكم بقى ان البرسلان اللي فوقي ما يزيدش عن تخانة معين فبالتالي اصبح انا بعوض الفقد الرأسي للفaque العلوي اللي تحت الففل اللي تحت والفاقد الافقي للفaque العلوي للخلف عن طريق التايتينيوم بعوض ان عشان بس الاوفق ورأس دول هيا لاخبطوا النباس بعوض ان الفك اللي تحت ده بينزل بمعجازبية كل ما الواحد يعجز بينزل لتحت فلما بينزل لتحت انا بعوض ده بتايتينيوم بتايتينيوم لفوق وده الفك الفؤاني ده الحتة دي اللي هو بتاعة الشنب دي بترجع الورا مع السن فبا برضو بالطايتين يبقى عوضها لقدام بالضبط كتير فده لي التركيبات اللي هي على الفك الكامل طيب وطيب قوت بقى ان يبقى عندي شخص عنده فقط جزء للأسنان يعني عنده سنة مش موجودة سنتين مش موجودين تلات سنة مش موجودين طب يعني ايه ما هو دي شريحة كبيرة جدا 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 من المجتمع نعملين نتكلم عن اللي ما عندهمش سنة اللي ما عندهمش سنة طب ما فيه ناس عندهم سنتين تلاتة مش موجودين الناس دي بقى كانت مشكلتنا معهم ايه اكبر المشاكل اللي بتقابلنا غير طبعا مشكلة وضع الزرع اللي تكلمنا عليها بالنفي ده انت بس المشكلة الاكبر بقى في التركيب هو ضبط لون التركيبة زي الأسنان الطبيعية فطبعا دي من ضمن الحاجات الصورة في عالم طب الأسنان وهو المايكروسكوب الطايفي اخترعات يا كل شواب ايه المايكروسكوب الطايف ده محلو نصدقنا طايتا يا مون وتماموا النافيدنت واحفظتهم الحقيقة المايكروسكوب الطايفي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن اخترعوا تلات اضاءات جديدة للمايكروسكوب تعمل لي تلات مميزات هيلة في علم التجميل والتركيبات أول حاجة هو true light mode true light mode عبارة عن ايه؟ ده مايكروسكوب عاملاش شركة زيز ده اخترع اخترع عبارة عن ايه؟ true light mode ده بيمنع لي احنا دايما مشكلتنا الأساسية لما بيجي ااخد لون سنة انا عايد لون السنة دي اعرف لونها ايه؟ لو انا جيت عند حضرتك عربية لونها مط خلي مش 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 متلمعها لونها مطفي لو خدت اللون هيبقى دايما تاخد اللون بعد ما تتلمع بيبان افتح كل ما العربية بقى فيها درجة لمعين كل ما ببان افتح فالخطأ اللي دايما العين البشرية بتقع في ايه؟ السنان فيها درجة من اللمعة عالية جدا فلما حضرتك بتيجي تاخد لون بيهيأ ليك ان اللون ده افتح من اللون الحقيقي فتيجي تعمل اللون ده زيه تبقى اللون انت ببقى فيه زي ال shade guide بتشوف تاخد ال shade بتاخد اللون تحطه جنب السنة تشوف اللون ده مناسب ولا لأ تقوم عامل البلوك بتاعك خرطه بالبورسلين وتقوم حطه على الزرعة او على السنة اللي جنبية خاصة على الزرعة لو فقد جزء من اللي جنبية وقز بيكت وفاجأ بقدرة قادر انه افتح لانه قلمع لأ لان انت خدته على اللامع ما خدتوش على المطفي طب قالك طب خلص نشف السنان طب ما والسطح بتاعها بيلمع قالك ما هي بتلمع بالمية نشفها ما السطح بتاعها بيلمع طب بال المادة الفنة اللي بتاخد بيها اللون وقعيز كل دي محالات كنا بنعملها علشان خطر ناخد لون السنان انت ممكن تاخد تهيئة لك ان ده موضوع بسيط بس هو مش موضوع بسيط خالص فبالله طب ماشي ما هي دي ما بلولة او دي ما بلولة او بس دي كان سطحها مش بنفس لمعة سطح السنة التانية قبل بس بنكمل اقول لك ان افهم تلغى دلوقتي انا دلوقتي عديت سنتين وعين مثلا من هنا تمام وجمبهم سنان موجودة تمام زرعت وعايز احط التركيبة بتاعتي فوق الزرعة على السنتين اللي مفقودين مشكلتك وانت بتاخد اللون اخد اللون ده يعني حاجة زي كاني بصوره بالزبط عشان اجيب زيه بالزبط واحطه بالزبط هنا السنان هنا دي ما بلولة مبلولة ولا وبتلمع السطح بتاعها بيلمع فما باخد اللون بيخدعني هذا اللون بيخدع الجهاز يعني ويديني لون افتح افتح صح كده؟ بالزبط كده فقالك لقناش في اللمعات اه برضو الدرى لون افتح افتح ليه؟ لان دايما يا دكتور ايما لانعكاس من على السطح بيديني لون افتح طالما فيه نعكاسات على سطح مضيء على سطح قضي لامع بيديني لون افتح عشان فيه ضوء او انا دلوقتي الازاز ده طالما عليه انعكاس عمري ما عرف اخد اللون بالزبط طالما فيه انعكاسات الترو لايت مود ده فكرته ايه ببساطة زيرو ريفلاكشن بيمنع اي انعكاس من على اي سطح فبالتالي السطح ده بيصبح مطفي والله اقولتلك ان انا فاهم افتح بتتكلم في فيزياء الضوء والحتة دي فيزياء الضوء يعني انا طب ازاي هتلغو الاعكاس الضوء يبا انت بتاخد في نور الاوضة اه هو هو المايكروسكوب نفسه العدسات بتاعته بتلغن عكاسات الضوء لما تشوف في الميكروسكوب تبصوا جوة الميكروسكوب تشوف اعجب عليك المرة الجاي اه توريها مط توريلك ده مطفي تماما فتقدر تشوف اللون الحقيقي للسنة اللون اللي طلع ده لما تعمل زيه يطلع عليك مية في المية زيه مفيش بقى انه يبقى افتح ولا افتح ولا معمول والسنتين دول المشتبعيين والكلام اللي كان بيحصل قبل كده بالزبط يمكن معايا كانت بنوتة اجنبية كويس من ضمن الحاجات اللي هي عملت لها زهول انها لقيت ايه كل التكنولوجيا دي هي واتس بيهايند الناس دايما بتشوف ايه الديكورات شايني ويت والريسابشن اللي شكله فضائي والايادات اللي شكلها الشيك مستعرفش واتس بيهايند من كمية التكنولوجيا اللي احنا حطناها جوه العيادات دي فالسيد قالتلي انا يا دوبك شفت شايف بص على الاسنان دي سامانتا دي أليكس أليكسي اه الاسنان في درجات مختلفة دي شايف درجة اللي معاني دي مريضة انجليزية جات مصر عشان تتعالج في مصر في اسنان واحنا تكلمنا عليها في حالة اه في الناس الحالة التفصيل بالزبط وعندها كانت مشكلة لخمة هي جميلة بس اسنانها بايزة خالص عندها مشكلة ان اولا السنان نزلة الخط اللي ابتسامة عالي جدا مبين جزء من عظم الفكر عندها مشكلة حجم السنان صغير عندها مشكلة ان الاسنان نفسها شكلها مش كويس عندها مشكلة ان فيه في اللون كبيرة جدا انك تظبط بقى فيه اثنان من دي فيه طبعا اثنان مش موجودة انك تظبط انك تعمل الاسنان كلها نفس اللون نفس الدرجة فيه منهم جزء زرعات وفيه اثنان خلعناها عشان نزبط ارتفاع الفك وعشان نعمل الابتسامة نرجع الابتسامة للحياة يبتدي طبعا عشان تظبط لون ده بقى كله مع بعضه كان من ضمن الحاجات استخدمنا النابي دانت استخدمنا التاي دايموند واستخدمنا ايضا المايكروسكوب الطيفي عشان نظبط لون الاسنان بالمنظر اللي حضرتك شايفه على فكرة دي من الاحالات يعني دايما انا دايما بقيت انا عندي خبرة برضو في السنان حلوة دايما الخبراتي بمتلخصها في كلمة نقول لك ان البق ده شكله صعب في الصنع ده شو بق شكله صعب في الصنع والنتائج شكلها طبيعي اه ما هو صعب ان انت تبقى ارتفيشل مع بق الوش الطويل شوي اللي فيه تحس انه عضلة التكوين الجمجومة نفسها قوية عضمها كتير وقوي وبارز ما عندكش مساحة ان انت تعمل اي حاجة بالزبط اه مشكلة تانية بقى اللي دايما شو بص طبعا الفرق ما بين المطزر قبله وبعد شايف التسويسات اللي موجودة ما بين الاسنان دي بقى كان دايما مشكلتنا في ازال التسويس ايه مشكلتك في ازال التسويس ان انت ايه طب وصل العصب ولا مش وصل العصب طب التسويس ده فيه بكتيريا ولا ما فيهوش بكتيريا الضوء التاني اللي بيطلعه المايكروسكوب ده فلوريسنت لايت تمام او الضوء الفسفوري الضوء ده هو يمكن اللمبة بتاعته من اكتر الحاجات ده بيلون لي التسويس الحتة اللي فيها بكتيريا يلونها احمر الحتة اللي فيها تسويس يلونها برطقاني من غير بكتيريا الحتة اللي ما فيهاش تسويس يلونها اخدر فتقدر ان انت تعالج الاسنان لايف مش صورة بقى ده لايف دكتور ايمان فيديو انا شايف العدسة قدامي التسويس وبشيره لحد الليمت ان انا خليت ان هي معقمة وما فيهاش بكتيريا ونقدر نوصل للنتائج اللي حضرتك شايفها دي مش وقت تكنولوجيات كده دي الاخيرة اسمي التكنولوجيا الجميلة اللي هي بتاعت التسويس الاخضر والاضيار فلوريسنت لايت فلوريسنت لايت والميكروسكوب الطيفي ايوا والنابي دين والطيدة والطيدة صح كده صح طيب في حاجة تديا كتير وليلاش والله العظيم انا بكبست لما بعض جدا بجد لا بجد الدول مجاملة مش مجاملة على فكرة انت فيك حاجة جميلة اللي هي الامبشيوس بهيفير ده رائع جاد والغرام بالتحديث ده شيء مطلوب للغاية في عالم الطب كله ده حق العلين ده حق العلين ده حق العلين حق المرضى بتعنى علينا اه وممتع قيميننا كده ويتما تنقل بالقصة الى يعني احنا اصدقاء على المستوى الشخص طب لما تنقل بالقصة بقى لاننا احنا اصدقاء سنين يعني طويل لما تنقل بالقصة ولاحظها انها يعني فعلا انا مبسوط من انا بعمل ده يعني ان انا جبت يعني ده هو مش اللي انا جبت ما فيه اصدقاء ليا تانين بيجيبوا الجهاز في رواحة تانية في الطب يعني مبسوطين كوي ما انا جبت جهاز لكن ان هو نقص يقعد جنبه يقعد بالليل يشغله اهنا ويلا نخرج يا جهاز لا لا طبعا المبدأ دائما بس دكتور شادي علي حسين كان في الدكتور خليكم دائما مع دكتور هناك اشياء مرتبطة جدا بالقدرة الجنسية عند الرجل اذا الرجل اصر على انه يتجاهلها ويتحداها تتأثر قدرته الجنسية بكل تأكيد انت اللي عاد فترة طويلة عندك ضعف انتساب فبالتالي عندك مشاكل في البيت فبالتالي بدأ لما كان المشكلة عضوية بس لأ بقت مشكلة عضوية ونفسية عندك وعند امراضك النسيج الكافي ليس له قيمة الا لو الشريان سليم فبالتالي اهم من ان احنا نحافظ على النسيج الكافي نحافظ على الشريان الزكاء انه هما بدأوا يفكروا ازاي يعملوا انتصاب بنفس الطريقة الطبيعية اللي بيحصل بها انتصار القلق والتوتر هيقودك الى دكاترة كتير قوي اهمهم واولهم هيكون دكتور الزكورة هو مريض السكر ده مشكلته الاساسية مش في مستوى السكر في الدم لان مريض السكر مشكلته الاساسية ان الخلايا بتاعتهم ما بيدخلهاش جلجوز في طيبة مهترقة هرمون الزكورة هو المسؤول عن الرغبة اللي هي اصلا الستارت انجين اللي هو الشرارة اللي بيبتدي بيها الانتصاب على الكراسي بلاش يبقى الرياضة بتاعتكم هالبلاي ستيشن